موسيقى في قضية سخنة جدا موجودة على أرض الواقع موجودة في مجتمعنا عايز أقولك أن العشام مات خضوهات عامة عشام مات اوعى تمضي على بياض سواء كنت تمضي على استفتاء أو على انتخاب أو حتى على تلاجة أو غسالة أو حتى على قيمة جواز حاسب قبل ما تناسب حاسب يعني خد بالك هتمضي على أي مش مسموح لك بعد كل الثقافة دي وبعد كل التكنولوجيا دي وبعد كل التطور اللي مصري فيه يومين دول إنك تمضي الشيك على بياض أو إيصال أمانة أو كمبيالة أو يقول لي أي حاجة اسمها سند النهاردة هنعرف يعني إيه سند يعني إيه سندات نمدي إمتى وما نمديش إمتى ومشرفني ومشرفكم زي كالعادة في بيتك منورنا دكتور صبح عاطف صبح المحامي بالنقد والإدارية العليا أهلا وسهلا فان أهلا وسهلا كل سنة حالة طيب أنت بساحة السلامة وكل المشاهدين بساحة السلامة منورنا دايما ربنا يخليك دايما في بلدنا الجميلة بنقول كلنا على مسافة واحدة من القانون من الغفير للرئيس كلنا على مسافة واحدة حضرتك تعرفني يعني إيه كلنا على مسافة واحدة الأول هو المفترض أن القانون بيبقى لما بيجي يتحط بيتحط قواعد عامة مجردة لكل الناس تمام التمييز بيجي بين اللي فاهم واللي مش فاهم اللي فاهم بينجوا من المسألة وما بيقعش تحت طائلة القانون واللي مش فاهم هو اللي بيقع تحت طائلة القانون وإحنا عندنا في مصر شوية يعني زي ما بيقولوا كده الزكاء الزيادة أو اللفظ الدارج اللي هو الفهلاوة يعني بيتقال عندنا هنا في مصر كده بشكل إن احنا ممكن نعمل مشروع كبير قوي ونيجي نديل حد غير متخصص من الناحية القانونية فبينتج عنه مشاكل كتيرة جدا إنك بتمضي على ورق مش مفروض تمضي عليه أو بتمضي عليه بشكل غير قانوني وده بعد كده بيوقعك في مشاكل كتير عشان كده دايما بنقول يا جماعة اللي بيخش في ناحية قانونية يستعين بحد من الأخصائين في هذا المجال عشان يبقى شغله مظبوط وحياته مظبوطة أعتقد إن الجملة اللي أنا قلتها خد وهات عمى عشان مات مش مسموح بيها في الفترة اللي احنا فيها دي مع التطور للبلد أي معالية والرئيس وكل الوزراء كلنا بيد واحدة لتطور مصر فما ينفعش إن أنا أجي في الوقت العصر اللي احنا فيه ده وأقول أنا مضيت من غير ما أخب بيلي أكيد ده غلط سيت وبتجه لكل مصري وكل عربي إن ما ينفعش تبقى متعلم وتجهل الأشياء بحجة إن أنا ماكنتش أعرف وده أنا برجعه في الآخر وفي الأول وفي كل وقت لمجهولية أو جاهلية الناس يعني إيه موقف المحامي أو أهمية المحامي فحضرك النهاردة عايزك تقول لكل اللي سمعينك يعني إيه محامي وإمتى يتجهل المحامي بالظبط زي أي مهنة المحامي زي أي مهنة إنت حضرتك لما بتتعب تروح للدكتور لما بتحتاج تبني بيت بتروح لمهندس ما بتروحش تبني بيت وترسمه وتبنيه وتشكله بعدا لما يقعد تقول أصلا أنا ما رحتش لمهندس المحامي عنصر مهم جدا 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 في أي دولة متحضرة زيه زي خريج التجارة الحسابات والقانون هم أساس أي نجاح أي مشروع فأي واحد داخل على حاجة هيمضي على حاجة هيعمل مشروع هيعمل أي حاجة يلجأ للمحامي يعرض عليه الحالة ويقوله الصح أنك تعمل كذا خلي بالك ما تقعشف دي خلي بالك ما تعملش دي في الحالة دي بينجح في شو حضرتك موافقني أن القضية اللي احنا عناقشها النهر ده ومش تخلص النهر ده قضية السندات قضية مهمة وبيقع فيها كتير من الناس سواء متعلمين أو غير متعلمين طبعا 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 طيب موافقني في النقطة جهل عمل المحامي أو أن أنا أتى جهل وجوده زي دكتور السنان بروح بعد الكرسة ما تحصل ده شيء خاطئ في مجتمعنا طبعا 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 شكرا هتدي بأول سؤال أنا شايفة أن أول نقطة في الحوار هي جهل المجتمع بأهمية المحامي هل التوقيع على الكمبيالة يختلف عن أي سنة أخر؟ شوف يا حضرتك هي الكمبيالة عموما بتختلف عن أي سنة أخر الاستندات فيه إذن دفع فيه كمبيالات فيه شيكات كل الكلام ده كل حاجة فيهم ليها طريقتها وليها ظروفها اللي أنت بتحتاج لها فيها الكمبيالة بشكل بسيط جدا هي مستند طبعا مش رسمي عشان أنا سمعت الكلام ده أكتر من مرة أن الكمبيالة مستند مش رسمي لأن في تعريف المستند الرسمي قالوا أنه بيبقى صادر من موظف حام الكمبيالة بتصدر من شخص عادي وبالتالي هي مستند غير رسم لكن هي عبارة عن مستند بيبقى مكتوب فيه ثلاث أطراف اللي هو الساحب اللي هو بيبقى موقع الكمبيالة والمستفيد والمسحوب عليه اللي هو المفروض أنه ملتزم بأنه يسدد المبلغ ده حتدت من حضرتك والمشاهدين كمان اعتادوا أن حالك بتبسط الأمور ببساطة فعلى طول قلتلي الكمبيالة ساحب ومسحوب ومستفيد مين هو الساحب من المسحوب ومن المستفيد تمام الساحب هو اللي بيكتب الكمبيالة تمام تمام المسحوب منه أو المسحوب اللي هو اللي ملتزم بالسداد أنا باجي في الكمبيالة بقول ادفعوا لأمر فلان مبلغ كذا تمام ادفعوا لأمر ده موجه لحد تمام ده المسحوب منه اللي هو هيتاخد منه الكمبيالة تتسدد والمستفيد اللي هو في النص اللي أنا بقول له خد والساحب اللي هو الأصل اللي أنا بكتب الكمبيالة أنا كده في الحالة دي الساحب طبع عشان تكون الكمبيالة دي صحيحة ليها كده شروط إيه هي الشروط دي عشان الكمبيالة تكون صحيحة وتكون ويؤخذ بها قرونيا طبعاً بيبقى ليها نوعين من الشروط هي شروط شكلية وشروط موضعيا أي خلل في شرطة من الشروط دي بيؤدي إلى بطلان الكمبيالة وعدم الأغسابين أول حاجة عشان نبصتها للناس كده أن أول ما تمسك الورقة وتبص فيها هتلاقي كلمة كمبيالة في وسط الصدر جميل إحنا القانون اشترط قانون التجارة اشترط وضع لفظ كمبيالة في صدر الورقة دي عشان يبقى سهل تداولها لما تيجي حركة تفتح الورقة دي كمبيالة تمام يبقى إحنا كده خدنا أول شرط أنه هو أن يكون في صدر المسمى مكتوب عليه كمبيالة المسمى بتاحها أنه يكون كمبيالة جميل طب تمام الشرط التاني أن الكمبيالة دي يكون مكتوبة بنقود على عكس مثلا إيصال الأمانة إيصال الأمانة ممكن يكون استلمت أنا أي حاجة وفقا لنص المادة لكن الكمبيالة لازم تارد على نقود النقود دي إما أنها تبقى بالعملة المحلية أو أنها تبقى بالعملة الأجنبية يعني عادي بأي عملة بس بشرط أن العملة الأجنبية برضه عشان دي حتة للسادة المشاهدين تمام يا إما هنعملها بالعملة المحلية ده طبيعية يا إما هنعملها بالعملة أجنبية بس بشرط يكون لها سعر صرفة في مصر جميل ما تجيبش مثلا عملة مثلا أي دولة مجهولة على الخريطة وتكتب أنه أن الكمبيالة دي بالعملة أن الكمبيالة بعملة غريبة عن البلد أو مش مصروحة من البنوك اللي بالضبط في الحالة دي الكمبيالة هيبقى صعبة جدا تدولها لأن الكمبيالة دي وسيلة لتدول النقود في السوق تمام أنت حضريك بيبقى ليك عندي فلوس باجي أنا ما معيش فلوس فبقولك طب أنا واخد من سين من الناس كمبيالة طب خديها ضمان للفلوس اللي عنتي ففي الحالة دي لازم تكون الكمبيالة سهلة في التداول تمام يبقى هنا أنا أول حاجة الإسم التاحة تانية حاجة إنها تكون نقود تلاتة إنها ما تكونش معلقة على شرط يعني ما ينفعش أقول ادفعوا لأمر فلان مبلغ كذا لو عمل كذا لأ لأن هنا بتحد من دورها في تداولها في السوق في المجتمع يعني لما أجأ أقول أنا ادفعوا لأمر فلان مبلغ عشر تلاف جنيه لو راح در الأبر مثلا كمثال لو حضر أنا بروح در الأبر ممكن ادفعوا لي كده أي حاجة بتعلق صرف الكمبيالة أو تداولها على شرط بيبطل هذه الكمبيال طيب تبديل حاجات الإلزامية الإلزامية في شروط إلزامية تانية في شروط إلزامية تانية اللي هي طبعا البيانات العادية اسم الساحب والمسحوب والمسحوب عليه والمستفيد هنا في خطأ برضو بعض الناس بيقعوا فيه إنك لازم اللي مسحوب عليه الكمبيالة اللي هو هيصرف الكمبيالة بتحط حضرتك اسمه بس ده خطأ لازم تحط اسمه وبياناته إذا كان جهة إذا كان شخص بتحط اسمه وبياناته وعنوانه وهكذا تيجي حضرتك في خطأ شائع الناس بتقع فيه انه ممكن واحد يجي ديك فيروح كاتب لك مثلا في خانة الرقم يروح كاتب 10 تلاف جنيه وفي خانة الحروف يروح مقل للرقم او مزوده يبقى التفقيد مختلف عن الرقم عن الرقم في الحالة دي لازم ألفت نظر الناس انه في الحالة دي اذا اختلفنا في الرقم والحروف لا المحكمة بتاخد في الحروف بتاخد بالحروف ما تاخدش بالرقم يعني مش بتبقى باطلة بالح punkt في حالة تانية بتتعرض او بنشوفها في المجتمع انه يتحط في الكمبيل LE اكتر من دين اكتر من دين هنا يبطل الكمبيل LE لازم الكمبيل LE تكون دين واحد لازم تكون دين واحد ما تكونش فيها اتفاولة امر فلان مبلغ كذا وكذا 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 في الكمبيل LE 1 لازم يحط التوتل على بعض التوتل على بعضه يبقى رقم واحد أو أننا محطش التعدد طيب هنفترض أن احنا عددنا الأرقام هنا المحكمة تاخد بالأقل خلوا بالكو يا جماعة إذا تحط أكتر من رقم في الكنبيالة المحكمة تاخد بالرقم الأقل لو تحط خلاف ما بين الكنبيالة في الأرقام والحروف المحكمة تاخد بالحروف بس تمام؟ ده الشروط طبعا لازم يكون فيه في الكنبيالة تاريخ صدور وتاريخ استحقاق لأن مش كل الكنبيالة بتبقى دفعوا لأمر فوري النهاردة التجار لما بتعاملوا مع بعض بتعاملوا آجل فبنيجي نقول إيه أنا ماضية الكنبيالة 1-1-2020 لكن هي مستحقة 30-6 فبكت بتاريخ الاستحقاق وتاريخ الصدور طب هي لو مش مطرخة لو هي مش مطرخة هتتدولها إزاي؟ يبقى أنا النهاردة لما أقدمها ضمانة لحد أقوله الكنبيالة دي ضمانة لفلوسك عندي طب الكنبيالة دي مستحقة إمتى؟ طب طلعت إمتى؟ طب أنا أقدر أطالب بيها الشخص اللي هي الفلوس دي عنده إمتى؟ يبقى أنا هنا هتبقى الكنبيالة غير قبلة للتداول هل يا طرى التوقيع على الكنبيالة بيختلف عن أي سند آخر؟ لا هو ما بيختلفش عن أي سند آخر بس هو يفضل طبعا زي ما بقول السيدة المشاهدين إن أنا أمضي بالاسم طب هي محرر رسمي فعلا؟ لا هي مش محرر رسمي إمتى تبقى محرر رسمي؟ القانون عرف المحرر رسمي بشكل مطلق إنه يكون صادر من موظف عام وبالتالي مختوم بختم النصر لكن أي حاجة غير مختومة بختم النصر؟ عرفية عرفية ولكن يؤخذ بها بالقانون؟ طبعا بيؤخذ بها طيب أشوف بعض الزيجات الأيمة أيمة الزواج وفي بعض الأسر بتكتب العريس كنبيالة على بيون يعني بتخليه يمضي على بيون ده صح ولا غلط؟ وفي الحالة دي يعمل إيه لو حصل اختلاف؟ هو ده غلط يعني هو ده غلط من اللي بيمضي ومن اللي بيمضي لأن النهاردة لازم تكون كنبيالة لما تيجي تمضي عليها تكون موجود فيها كل البيانات اللي احنا قلنا عليه أما هتيجي النهاردة عشان تثبت إن الكنبيالة دي مزورة هتطرد تطعن عليها بالتزوير وهيبقى فيه توقيعك سليم وبقية البيانات سليمة هتخلش في حزبة ملهاش داعي انت هتمضي على كنبيالة وارتضيت إنك تمضي على كنبيالة املى كل بياناتها املى كل بياناتها عشان ما تديش فرصة لحد إنه يتلعب في الرقم أو يتلعب في البيانات لأن القانون نظمها أنا لما جي هتديها لحد تاني هزهر القانون بيديني الحق إن أنا زهر فبالتالي ما فيش داعي إنك تكتب كنبيالة على بياض لأنك لازم تحط فيها البيانات هو عشان يهرب من حاجة هيصطدم في حاجة أسوأ هيصطدم في حاجة أسوأ ما هي دي الفهلاوة اللي احنا قلنا عليها قدامه سد هو مش عارف يروح فيه ليمين ولا شما طيب لو طالبنا المسؤولين عن التجارة لأن بلاقي كل الناس اللي بيبيعوا بالقسط بيجيب تلاجة بيجيب غسالة وبيكتبوا كنبيالة على بياض هل يكتب الفلوس النقدم بس إذا ما حالك قلت ولا يكتب إنها كانت غسالة كانت تلاجة عشان يحدد السعر لا هو هنا في الجزئية دي الأماكن اللي بتتعامل بأجهزة بتتعامل عادة بإصالات أمانة أو شيكاد منكية لكن الكنبيالات لها موصفات معينة لازم تتكتب بيها ولا تبقى بطل يعني لازم حط في الكنبيالة مقود هو يمضي يا فاندم دلوقتي جاب تلاجة مثلا بعشر تلاف جنيه كل شهر بيكتب كنبيالة بالألف جنيه اللي هي لقسة بتاعه ما بيكتبش ألف بيمضي على عشر كنبيالات من غير ما يكتب أي حاجة هو بيمضي حتى اسمه بيبقاش لسا كفا فهل يطارة يكتب بأنه هو جاء تلاجة وغسالة عشان يحسب سعرها في اليوم ده حتى لو حصل خلاف ولا مش يبقى حل لأنه هنا الكنبيالة غير إصال الأمانة هو هنا أنا في إصال الأمانة ببقى مضطر أن أحسب الحزبة دي ما بكتبش طبعا في إصال الأمانة ما بكتبش فيه أن ده تمام تلاجة أو أن أكتب فلوس لكن في الكنبيالة الكنبيالة أصلا دين مدني الكنبيالة دين مدني أنا ملتزم بفلوس يعني أنا أتكتب فيها ألف جنيه الألف جنيه تتمل إيه؟ لا يعني القانون ولا يعني الشخص لكن في حاجة تانية في الإثبات وده اللي أنا هتكلم فيه فيه نقطة مهمة جدا لأنه انتشر في الفترة الأخيرة برضو أنواع من الكنبيالات أنواع قريبة قوي حضرتك وعدتنا أنك هتناقشنا كل حاجة بالتفصيل وللصح والجمال الصبق في أنك تقول النهاردة البرنامج بتاعك للقانون عشان تعرف المجتمع قانونيته فهسيبك تقول كلمتين لمشاهدينك اللي عايزينك في كل حلقتنا أنا تحتبرهم طبعا طبعا موضوع خطير زي ما قلنا موضوع مهم جدا شائق جدا ومش هيخلص من حلقة واحدة بشكر حضرتك يا فندم بشكر الدكتور صبح عاطف غيس ونتمنى أن احنا نتقابل في نفس القضية مرة واثنين وثلاثة لحد ما نفهم كلنا وما نقعش في مشاكل سواء الدائن أو المدين أو الحاسب الساحب أو الساحب والمسحوب منه والمستفيد وهنتعلم منحدات كتير متشكرة جدا لزوء ربنا أحليك متشكر جدا فواصل صغير وهنرجع لك تاني اقعوا تروحوا بأي حد ترجمة نانسي قنقر